بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أنا الأستاذ سامي الأزهري مدارس مادة الفيزياء على منصة الثراء التعليمية طلاب الجيل 2006 إن شاء الله نحضر لكم مادة تأسيس مهمة جدا قبل ما نفوت في المادة الرئيسية لمادة التوجيه طبعا مثل ما نعرف مادة الفيزياء فيها معلومات كبيرة شوي فيها أفكار رئيسية ولازم نكون نفهمينها صح ولازم نكون ركزين عليها صح ومية بالمية هذا من نسبة متعلقة للمادة نفسها في مادة الفيزياء طيب أما أنا عشان أفوت على المادة الرئيسية للمادة الفيزياء شو بكون محتاج؟ إيش بكون الأساسيات اللي يكون محتاجها؟ إيش هي الأساسيات اللي أنا لازم أنا أتكون معي عشان أتمكن من المادة الفيزياء نفسها فإحنا لازم نعرف دائما أنه قبل ما نفوت على المادة الرئيسية لازم نحن نتأسس في مواضيع مهمة لأنه إحنا نعرف أنه التأسيس مهم جدا خاصة لطلاب التوجيه لازم يتركزوا على التأسيس يا شباب وصبايا بالنسبة أنت طالب علمي أو صناين لازم أنك تكون مركز على المادة الرئيسية بشكل كامل من ناحية التأسيس التأسيس مهم جدا جدا إن شاء الله طيب أنا بالنسبة على المنصة الثراء محضر لكم تأسيس كامل متكامل مادة الفيزياء إن شاء الله رح يكون كالآتي طبعا الفيزياء بتطلب شغلتين رئيسيات لازم نأسسها لنا فيهم أول إشي فيه أنا عندي التأسيس الرياضي التأسيس الرياضي يا أستاذ مهم جدا إنك لازم يكون فيه عندي أشياء معلومات رئيسية في الرياضيات لازم تكون معي لازم تكون معي من ناحية هذا التأسيس لمادة الفيزياء لأنه مثل ما بعرف أنا هسا الفيزياء فيها عمليات حسابية كثيرة كثير طيب إيشي اللي بيحدد لي هاي عمليات الحسابية من ناحية الأرقام عشان ما أغلط بهاي الأرقام إذا أنت حطيت القانون صح عشان ما أغلط بهاي الأرقام لازم نكون إحنا متأسسين أيضا في الرياضيات في بعضكم كثير رح يجي يحكي أنا عارف هاي الأشياء وعارف هذا التأسيس مش مشكلة يا أستاذ بتكمل معنى فيها وإذا في عندك أشياء يعني نكون ناسيها شوي تتذكرها معنا إن شاء الله طيب التأسيس الرياضي رح يكون كالآتي رح نفهم شو العمليات الجمع والطرح العمليات الضرب القسمة رح نفهم شوي الأسس والجذور وكمان النسبة المثلتية لازم نتذكرهم وكمان أنا عندي الأشكال الهندسية مهمة جدا من ناحية المساحة ومن ناحية الحجم وكيف إني أطلع الأطوال وأضلعه وهذا حق كله كامل هاي كله من خلال التأسيس الرياضي هاي المواضيع في الرياضيات هاي بتحتاجنا نحتاجها كثير منيح في المادة الفيزياء طيب نيجي هسا على الإشي اللي أهم منه اللي هو التأسيس الفيزيائي قبل المادة قبل المادة الفيزيائية لازم أنا بحتاج كمان تأسيس فيزيائي مهم في المواضيع الفيزيائية مهمة أنا بحتاجها كطالب توجيهي إنها تكون معي عشان ما أنساها في أحل المادة نفسها اللي هي بتحكييلي عن وحدات القياس في إش عندي وحدات قياس أساسية وفي إش وحدات قياس مشتقة لازم أكون عادفها وأيضا كمان في عندي بادئات الوحد الأساسية وفي عندي كمان الصيغة العلمية هاي كمان كلها تحت بند التأسيس الفيزيائي وكمان راح نفهم شو هي الكميات القياسية والكميات المتجهة وشو الفرق ما بينهم وفي عندي كمان أمثلة كتير عليهم هاي مهمة جدا جدا معنا وكمان راح نفهم ايش الخصائص المتجهات وضرب المتجهات هاي كمان مهمة كثير لان راح يكون انا عندي في ضرب ومتجهات بشكل كبير جدا في هاي المادة وايضا كمان في عندي محصلة تحليل المتجهات ايضا كمان مهمة وطبعا لازم أكون عندي معلومة كتير واسعة وكبيرة من ناحية قوانين نيوتن قوانين نيوتن مهمة جدا جدا وأيضا كمان أنا عندي لازم أفهم معادلات الحركة أيضا هاي كمان بتفيدني خاصة أخص إشي في الوحدة الأولى وأيضا كمان باقي الوحد لكن كمان بتفيدني كثير كثير راح أستخدمها في الوحدة الأولى وأيضا كمان الطاقة الحركية اللي هي أخذناها بالأول ثانوي وفي أشياء بسيطة في الأخذناها بالأول ثانوي المفاهيم الرئيسية برجع بحط لكم إياها في دوسية التأسيس أستاذ إحنا مش رح نقصر معك من ناحية التأسيس فإنت عشان هيك كمان إنت لا تقصر بحالك من ناحية الإدراسة والتعب ما بنا نتعب كتير كتير أوليتها لكن بدنا نتعب ونحس في المادة اللي إحنا رح ناخدها إن شاء الله مادة الفيزياء مادة بسيطة لا تحكي عنها صعبة لكن أنا معك فيها بدها إدراسة وتركيز بزيادة عن باقي المواد إنت كطالب علمي أو كطالب صناعي لازمك شوية تركيز بزيادة لازمك شوية تصر على حالك لأنك رح تعرف حالك أنك خلص هاي السنة وبعدها رح تيجي عندي نجاحات كبيرة جدا بإذن الله تعالى فبالتالي اتعب على حالك شوي هسه عشان ترتاح لقدام بعرف إن هاي الجملة كتير بتعرفها بعرف إن هاي الجملة كتير ما رقع عند بالك بكثير أشياء لكن طبقها يا أستاذ طبقها يا أستاذ لأنه أنت فعليا رح ترتاح لقدام بإذن الله تعالى ما بجي أطول عليكم بهذا الفيديو هذا فقط تعريف بسيط من نسبة للتأسيس مادة الفيزياء وإن شاء الله نراكم في الحصص القادمة بالنسبة للتأسيس الفيزياء اللي هو رح نبلش فيها بالتأسيس الرياضي وهيك الله يعطيكم ألف عرفية أنا هيك أعطيتكم شو هو التأسيس بالنسبة للمادة الفيزياء ومهم جدا وهيك الله يعطيكم ألف ألف عرفية يا رب ودونتم بألف خير وصحة وسلامة الله يوفقكم جميعا اشتركوا في القناة